الحالة للطرارية أن يتكون كل الحالة التطوارئ هذه لأنه بها شغلات مالية قبل أن تكون شغلات إدارية في هذه الحالة نمكن أن نستطيع أن نسيطر على الاتجاه الخاص بالمرض وهو مرض الوباء الكورونا بحيث يكون كل الدولة تتجاه على هذا الاتجاه حتى نقلل من هذا المرض الفتاك ونقلل من الضحايا يعني أنا مثلا اليوم أنا أول حالة البارحة والآن قبل لحظات قبل ساعة أيضا صارت عندي حالة ثانية ويقول لك الحبل على الجرار فهذا الأمر يعني خطر فالأمور قاعدت تطلع عن سيطرتها لأنه التزام المواطن العراقي شوي ضعيف بعملية الإرشادات الصحية